أهلا بكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهار ده فيه ارتفاع طفيف فيه درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال السيد التقصى هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب السيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء فيه كمان شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السيد خلونا نتعرف مع بعض على التفاصيل أكتر عن الجو النهار ده من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير دكتور منار صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك أهلا بحضرتك أخبار تقصي إيه النهار ده لأنه لسه فيه تقلبات احنا شايفين ارتفاع وانخفاض كلمين أكتر عن التقلبات الجوية اليومين دول بالفعل يمكن احنا بين اليوم والتاني بنشهد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة متوقع بداء من اليوم يكون فيه ارتفاعات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى محافظات شمال السعيد يمكن احنا خلال الأيام الماضية سجلنا درجات حرارة ما بين 21 و 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى لكن متوقع اليوم تكون 24 درجة مئوية خلال الأيام القادمة هتوصل ل 27 درجة مئوية طبعا الاتفاعات دي مش هتكون زي اللي شاهدناها بداية الاسبوع ولها تجاوزت 30 درجة مئوية هي ارتفاعات طفيفة هنحس بيه الأجواء الشتوية المائلة للدفع خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى الوكهة البحري السواحة الشمالية للبلاد أجواء مئلة للحرارة على جنوب سيناوي جنوب البلاد ده بيكون خلال فترات وشاعة الشمس خاصة ان احنا تدريجية مع تقدم الأيام هنبدأ نتأثر بمصادر كتل قادمة من الصحراء شبه الجزيرة العربية هتقدر ارتفاعات درجات الحرارة لكن هي ارتفاعات طفيفة خلال فترات الليل مع غياب أشاعة الشمس وخاصة انتاعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر درجات الحرارة تنفطت بشكل كبير وبشكل ملحوظ وبيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل في القاهرة الكبرى بيتجاوز العشر درجات محافظات شمال السعيد بيتجاوز الخمستاشر درجة مئوية فهتظل فترة الليل ما بين البرزة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية بالإضافة كلمان الظاهرة الجوية الموجودة معنا اليوم وغدا هو تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المخصصات المائية وبتأدي له انخفاض في الرؤية اللفوقية فترة الصباح الباكر خاصة الطرق المؤدية منه إلى السواحل الشمالية ومحافظات الواجه البحري ومدن القناة متوقع ان شاء الله ان احنا نستمر في ارتفاع درجات الحرارة إلى يوم الأحد والاثنين القادمين وزي ما بنقول دايما ان الفترة دي فترة تقلبات جوية حبثة وسريعة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة متوقع ان يكون فيه فرص في سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة ويمكن هتكون معنا يوم السبت لكن اعتبارا من مساء يوم لاثنين اللي جاي وخلينا نوه مع حضراتكم على الحالة دي لان احنا بدأنا اتنشراتنا نوه عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هتبدأ مساء يوم لاثنين حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية دي هتكون بسبب طعم منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا منخفض على سطح البحر المتوسط هتعود تاني فرص الأمطار اللي هتكون متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد سينة محافظة البحر الأحمر هيكون في الخفاض ملخص درجات الحرارة هيكون في نشاط للرياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس هنرجع تاني للأجواء الشتوية الممترة خلال الأيام القادمة وتحديدا من يوم الاثنين اللي جاي فعشان كده بنقول الفترة دي تقلبتها الجوية سريعة جدا وارد يحصل تغير في الحالة الجوية كميات الأمطار وأماكن سقوط الأمطار فمهم جدا يوميا لازم نتابع النشط الجوية ناخد بالنا من فرق درجات الحرارة من فترة النهار وفترة الليل بلاشنا نخدع بالدفء فترة النهار والخصة في الملابس بشكل كبير لازم نحافظ على اتداء الملابس الشتوية ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر ودايما تكون القيادة بهدوء تهم مع أي ظاهرة جوية ممكن تأدي لنصدرقية الأفقية طيب حضرتك نويت كده على كم حاجة أنا ما حبيتش قطع حضرتك وقلت هسأل في الآخر أول حاجة حضرتك قلت أن من يوم الاثنين حيرجع تاني حالة عدم الاستقرار وحنشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بما فيها منطقة يعني بما فيها القاهرة طبعا حضرتك قلت المناطق الساحلية والقاهرة وكمان الفلسايد بالفعل الحالة الجوية هتبدأ مساء يوم الاثنين وهتبدأ على السواحل الغربية وشمال الواجه البحري مع تقدم الوقت ودخول أول ساعات يوم الثلاث هتبدأ الأمطار تتقدم للمناطق الداخلية اللي هي جنوب الواجه البحري القاهرة الكبرى من يوم الثلاث هتمطر من يوم الثلاث بالزبط هيكون يوم الثلاث بإذن الله وهتكون على شمال السعيد وسيناء أيضا فهتضغط شمال البلاد حتى شمال السعيد وهيكون معاها نشاط للرياح وهيكون في كمان انقفات في درجات القرارة يوم الثلاث ملفوظ توصل العظم على القاهرة الكبرى 21-20 درجة مقوية فترة النهار وده يستمر لأمتى بقى يا دكتور منار هو متوقع معنا إلى الآن لسه الخرائط والتوزعات الضغطية مستطلتش بشكل كبير فهتكون معنا كمان يوم الأربع لكن بصورة أقل يمكن ان شاء الله متوقع إلى الآن لو الخرائط مغيرتش هتكون ذروتها الثلاث ومع يوم الأربع يحفظ تحاسم نسبة الأحوال الجوية ونوعى الثاني للأجواء المستقرة ان شاء الله والدرجات الحرارة حول المعدلات وكبرس الأمطار تقل بإذن الله طيب حضرتك برضو نوهتي ان هيكون فيه مناطق يعني ان فيه شبورة حاليا موجودة في بعض المناطق اللي هي المناطق الزراعية والمسطحات المائية ممكن حضرتك تحدد لنا بالضبط المناطق اللي فيها شبورة دلوقت بالفعل الشبورة المائية دايما بتكون يعني كسافتها بتزيد شوية في المناطق القريبة من المزروعات المناطق القريبة من المسطحات المائية خاصة الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري محافظات سواحنة الشمالية مدن القناة وسط سينة وشمال السعيد الطرق المؤدية من وإلى المناطق دي خاصة الطرق الزراعية بيكون عليها شبورة مائية بشكل كبير فناخد بنا لأن الشبورة المائية بتأدي لي انقفاض في الرؤية الأفقية وبالشبورة المائية المؤثرة بشكل كبير بتكون في ساعات الليل المتأخر تقريبا ثلاثة أربعة لفجر وتستمر معانا حتى الساعة السبعة أو الثامنة ونشكر حضرتك دكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شكرا لحضرتك تعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13 في الأسكندرية درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12 وفي العالمين الجديدة العظمى 22 والصغرى 12 في مطروح درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 وفي دوميات العظمى 21 والصغرى 13 أما في بورسعيد في العظمى 22 والصغرى 14 وفي الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 14 نروح للسويس هنلاقي أن درجة الحرارة العظمى في السويس النهاردة 23 والصغرى 14 أما في العريش في درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 في سانت كاترين درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 6 وفي طابة العظمى 25 والصغرى 15 في حلايب العظمى 28 والصغرى 15 وفي شلاتين درجة الحرارة العظمى 31 حر جدا في شلاتين والصغرى هتكون 14 شرم الشيخ تقس معتدل جدا في شرم الشيخ والغردقة شرم الشيخ العظمى فيها 26 والصغرى 16 وفي الغردقة العظمى 25 والصغرى 15 ونروح للفيوم العظمى 28 والصغرى 10 أما في بني سويف العظمى 27 والصغرى 11 في الويدي الجديد العظمى 29 والصغرى 12 وفي السيوت العظمى 27 والصغرى هتكون 10 أما في سوهاج فالعظمى هتكون 28 والصغرى 13 وفي إنا العظمى هتكون 28 والصغرى هتكون 13 في الأقصر درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15 وفي أسوان العظمى 30 حر شوية في أسوان والصغرى 15 ودلوقتي حنرجع تاني لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع مصطفى ومع بسانت